السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الدرس السابق تكلمنا عن البوليانز أو القيم المنطقية اليوم بنتكلم عن ما هي الفستاتمت وكيف تكتب دعوني بس أبدأ أوليكم كيف تكتب تبدأ تكتب كلمة F وبعدها عندك واحد من الاثنين إما No True ولا False وبعدها تكتب هذه النقطتين اللي فوق بعض وتنزل سطر جديد بالأنتر لما تنزل سطر جديد لازم ما تبدأ من نفس المكان من هنا لازم يكون فيه مسافة يفضل انك تسويها بالتاب اضغط التاب في يسار الكيبورد وهو بيأخذك إلى هنا في العادة انت لما تضغط انتر بعض النقطتين هو بيحطك هنا على مسافة على طول لكن في أسوأ الأحوال إذا انت رجعت للبداية مثلا ومسحت المسافة سوي تاب المهم هنا نكتب الأوامر مثلا Print Test على سبيل المثال لو سورا الكود بيجي لهنا بيشوف بيشوف الشرط True بيطبع التست لو كان الشرط False الكود بيجي لهنا بيجي شوف الشرط بيشوفه False ما بيطبع شيء نرجع True أيضا لو أسوي من هنا انتر وكتب Print Inside F وسوي Run تلاحظه لأنه True بيطبع الأول وبيطبع الثاني فإذا أي أمر على نفس المسافة أو نفس المستوى هنا بعد F كله بداخل ضمن هذا الشرط إذا كتبت هنا Print Outside F وسويت Run بيطبع الثلاثة ما في مشكلة لأنه هذا كمان شغال لو أنا ألغيت فعالية F وكتبت False بتلاحظه أنه بيطبع هذا بس Print Outside F على كل حال في أيضا أشياء أخرى لو تذكروا في الفيديو السابق لما تكلمنا عن الشروط لو كتبت أربعة أكبر من ستة وسويت Run بتلاحظه أنه ما بينطبع شيء لأنه هذا بيرجعي False لو نكتب كذا أربعة أصغر من ستة وسويت Run بتلاحظه أنه بينطبعه تمام تمام؟ لو أسوي Run هل الأربعة تساوي ستة فالس ولأنه False لن نطبعه حتى نوضح الأمر سأضعها كمتغيرات A تساوي أربعة ثلاثة أخليها B تساوي ستة لو أضع هنا A وأضع هنا B ونفعل كذا Print لكي نرى نرى هل A تساوي B فهنا بيقول لك False ولهذا السبب هنا بيعطيني False فهذا ما بيشتغل لكن لو أسوي A لا تساوي B وأسوي هنا كمان A لا تساوي B هذا بيكلمني إيش الحالة فيهم ويقول لي True ولأن True فهو يفعل F وبتيشتغل وعلى هذه الشاكلة بقية الأفضل التي شرحناها في الفيديو السابق هناك مثال افترضوا عندي هذا المثال لو جئنا هنا حطيناها وحطيت X له قيمة وال Y له قيمة أنا كاتب أن Y أكبر من X إذا كان Y أكبر من X إذا كان Y أكبر من X فتطبع لي هذا الرمز إذا كان ليس أكبر من X لا تطبع هذا الرمز هذه القراءة لهذا الكود فلو أسوي الرمز فتلاحظ فعلاً Y قيمته 121 وال X 32 ولأن Y أكبر فهو طبع هذا الشيء لو حطينا الآن Y مثلاً أصغر من X بتلاحظ أنه لا يطبع أي شيء لأن هذا الكود لا يتفعل وهذه فكرة F في بعض الأحيان يكون أنا عندي أكثر من شرط يعني هذا هو الشرط الأول أنا برضو أحب أسوي شرط ثاني مثلاً لو Y أصغر من X سوي لي شيء آخر فإيش ممكن أسوي في عندنا شيء اسمه LF اللي هي اختصار ل ELSEF ELSEF هذه ممكن أكتب بكذا أمامها شرط آخر وأسوي لها أوامر أخرى فمثلاً الكود بيجي له هنا بيشوف هل هذا تنفذ إذا ما تنفذ بروح أشوف الأخرى اللي هي ELSEF وإذا هذا برضو صحيح بينفذها إذا مو صحيح برضو بيتجاهلها خلونا نجرب نشغل هذا الكود طبعاً لما نشغل هذا الكود بيشتغل هنا لأنه فعلاً ال Y أكبر من ال X لكن إذا حطينا كذا ال Y 32 كمان وسويت رن بتلاحظ أنه هنا بيقول لك أن ال X وال Y متساويات صح؟ وهكذا أيضاً تستطيع بعدين تكتب ELSEF زي ما تحب مثلاً ELSEF X أو Y أصغر من X نسوي كذا مثلاً . مثلاً وسويت رن برضو ما بتغير شيء الآن هنا لأنه هو فعلاً الآن الشرط الثاني المحقق لكن لو أحط ال Y 31 مثلاً أصغر من X وسوي رن فعلاً بيكلمك أن ال Y أصغر من X بس أيضاً في طريقة أحسن بعض الأحيان أنه في كمان كلمة اسمها ELSE بس عندنا F و ELSEF و عندنا ELSE ال ELSE ممكن أكتبها كذا خلوني يمسح هذا الشرطين لو كتبت ELSE بدون أي شرط وسوي print print Y is not greater than X مثلاً ما معنى هذا الكلام؟ هنا البرنامج يأتي إلى هنا و يرى هل Y فعلاً أكبر من X إذا هي أكبر من X نفذ هذا إذا لم أكبر من X أو هذا الشرط غير صحيح نفذ لي مهما كان نفذ لي هذا الأمر يعني ELSE في كل الأحوال إذا هذا غير صحيح نفذ هذا ELSEF لازم نحدد الشرط لكن في ELSE عادي إذا لم أشتغل هذا هذا يعمل فلو سوى هنا زي ما شفنا أول Y is not greater than X يعني أن Y هي مو أكبر من X لكن لو كانت ال Y هنا مثلاً 46 هنا تغيرت الحالة و يطبع هذا الأمر أيضاً دعونا نعطيكم مثال حلم المثال هذا هذا المثال يأخذ من اسم دعونا نمسح هذا حتى نجلب هذا في المثال الثاني يستخدم دعونا نمسح لتعطيه أنت اسم و يتحقق من الاسم إذا الاسم سارة يكتب لك إذا الاسم ليس سارة فهي لا يعطيك شيء بس يتجنب التنفيذ و لا ينفذ الأمر هذا فلو أفعل الانران هنا تلاحظون أنه هنا يطلب مني اسم إذا كتبت مثلاً عالي و عملت انتر خلاص ينهي البرنامج لأنه لا يوجد شيء إذا عملت و كتبت سارة زي اللي في الشرط هنا عشان أحقق الشرط و سويت و ضغطت انتر بتلاحظوا أنه فعلاً تحقق الشرط هذا لاك الشرط هذا و نفذ لي الأمر هذا في بعض الأحيان نحن نحب نسوي أشياء مع قداة أكثر مثل إيش اسم المستخدم لما يدخل اسم المستخدم مع كلمة السر و هكذا فإيش ممكن نسوي لدينا كلمتين مهمتين مع ذالة الف اللي هي and or وهي في الأصل ممكن تكون ثلاث كلمات بس النط هذه بني شرحها في فيديو لاحق فعندنا and or زي ما إذا درستوا الرياضية المنطقة الطاعة تكونوا ممكن تكونوا شفتوها أو دروس المنطق و إذا ما درستوها بني شرحها بسهولة الآن حتى مو مشكلة خلوني كمان أعطيكم بس مثال لو جينا هنا أخذت هذا المثال وجبتو لكم إلى هنا طيب هنا بيطلبني المستخدم البرنامج الاسم و كلمة السر و إذا الاسم مثلا سارة و كلمة السر 1 2 3 بيشتغل إذا ما كانوا كذا فما بيشتغل هذا كله حدث بسبب and لما نحب نسوي أكثر من شرط نكتب الشرط الأول وبعدين نستخدم كلمة and عشان الربط بين الشرطين وبعدين بنكتب user input 2 و نكتب الشرط الثاني يعني أنه بيساوي هذه القيمة كلمة and بتفيد الف أن هذا الشرط لازم يكون صحيح وهذا الشرط لازم يكون صحيح يعني إذا هذا الشرط كان خطأ أو هذا الشرط كان خطأ فما بيشتغل بيتجنب الف ويعدي منها ما بيينفذ هذا الأمر لازم يكون الاسم يساوي سارة والباسورد يساوي هذا العدد لو أسوي الآن نرن عشان بس نشوف اسم المستخدم مثلا سارة و كلمة السر واحد اثنين ثلاثة هنا أعطانا خطأ خلونا بس نشوف أشوف أشوف الخطأ عفوا هناك print نعود للمثال ونشوف اسم المستخدم سارة و انتر و كلمة السر واحد اثنين ثلاثة لو أسوي انتر بتلاحظوا أنه فعلا اشتغلت الف ونفذت الأمر لو سويت راني من جديد مثلا كتبت سارة و سويت واحد اثنين فقط في كلمة السر وما كتبت ثلاثة تلاحظوا أنه فعلا هنا ما نفذ أي شيء لأنه هذا كان خطأ دالة الأور هذه الأخرى تفيد أنه مو لازم يكونوا الاثنين يعني صحيحين لازم يكفي واحد انه يكون صح اذا كان في واحد منهم صح فهذا سبب كافي ان الدالة ان الافستيتمت تشتغل فلو سوي اف بس خليها بدل ما اكتب كذا اكتب هذا عالي فلو كان اسم المستخدم الأول او خلي حتى يكون الامبوت الأول ولا خلينا احذفه يكون مثال أسهل فانا الان بدخل اسم اذا كان الاسم سارة ولا علي في البرنامج بيشتغل اذا كان مو سارة ولا علي فما بيشتغل لو اسوي الانرن وسوي هنا مثلا سارة انتر بس شوف انه بيشتغل في الفرق في الكلمة الاند والأور في الاند لازم يكون الشرطين صحيحين في دالة الأور عادي واحد من الشرطين اذا كانت صح فهذا امر كافي او اذا كانوا الاثنين صح بيكونوا كافي يعني ما في مشكلة وكمثال الاخير لكلمة الاند هنا دعونا اعطيكم هذا المثال في الاعداد مثلا لو عندنا هذا المثال بيطلب انك تدخل رقم وبعد ما تدخل الرقم بيتحقق هل الرقم ما بين العشر او العشرين عفوا بين الاحد عشر والعشرين بشرح لكم ليش من عند الاحد عشر هذا المفروض يكون كذا حالو لو اسوي الانرن كتبت هنا خمسة عشر في كمان هنا خطأ دعونا بس اشوف على السري عفوا تمام لما ندخل رقم بدلة الانبوت هو بيدخل لنا كاسترينج لازم تعرفون ان الارقام اللي بتدخل هنا كاسترينج لازم نحولها الى انتجر اذا حبينا نقارن او نستخدم معها الدوالي اللي احنا بنستخدمها لاني هنا قارنته مع عشرة العشرة انتجر لازم هذا يكون انتجر كمان فلو اسوي الانرن بتشوف انه بيطلب مني رقم لو كتبت خمسة عشر فبي يقول ان الخمسة عشر هو رقم ما بين الاحد عشر والعشرين ليش 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 بين الاحد عشر والعشرين عشرين. لو سويت رانو كتبت واحد وعشرين ما بيشتغل. لو كتبت عشرة برضو ما بيشتغل. لان هنا اكبر تماما من العشرة. يعني لازم يكون احد عشر اثني عشر. لو كتبت يساوي. بتلاحظ انه خلينا اعدل هذا كمان. بتلاحظ انه لو اكتب عشرة هذه المرة بيشتغل. وكشيء اخير احب اضحه بس في الفيديو. شوفوا هنا. اجيب شيء عادي. لو اكتب هنا true. print pass. مثلا. اه لو سويت رانو كل شيء طيب وبتشتغل. لكن لو اكتب هنا بس مثلا واحد. ايش ممكن يصير? بدل ما اكتب هنا شرط كتبت واحد. لو سويت رانو بتلاحظ انه فعلا بتشتغل وما فيه اي مشكلة. لو اكتب اي عدد هنا. اي عدد. بتشتغل. ما عدا العدد صفر. لو تكتب العدد صفر. فهذا ما بيشتغل. بيعتبر انه خطأ. ايضا. في عدة رموز لو اكتبها هنا. ما تشغل الفيديو. لو تتذكروا. في الدرس السابق شرحت لكم مثلا كيف تحول اي قيمة الى بوليان. مثلا لو تكتب هنا هذا الرقم. وتحولوا الى بوليان. بيطبع انه صحيح. فدالة الافستيتمنت هذه. لما تكتب انت هنا اي شيء. هي بتحطه هنا داخل دالة البول. فاذا اعطاها ترو. فهي بتعتبره ترو. واذا اعطته فالس. فهي بتعتبره فالس. لو اكتب هنا صفر. بتلاحظوا انه فالس. اشياء الكلمات اللي ممكنة ترجع لي فالس هنا في الافستيتمنت. خلوني بصور لكم هي كمثال بسيط هنا. شوف هنا. اي شيء من هذه الاشياء لو تكتبها هنا. مثلا حتى كالست فارغة. لو سوي رن. بتلاحظ انه بيرجع لك فالس. لو فيها هنا قيمة. بتلاحظوا انه هنا. خلينا مسح هذا بس. بتلاحظ انه بيشغل الافستيتمنت. ويطبع الامر اللي هنا. احنا كده خلصنا من درس اليوم. بس كمان فيه واجب بسيط اذا تحبوا تسووه. ايش هو? خلني الصقه هنا. فخليني بس اصغره كمان عشان يبين. اكتب برنامج يتحقق من اسم المستخدم وكلمة السر. واذا كتبوا بشكل صحيح اسألوا عن عمره ورقمه واطبعهم في الشاشة.